سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب طبعا اتكلمنا في الدرس الأول عن الكوروما وعن أنواعها وعن الكوروما اللي أنا بستخدمها شخصيا وتجربتي مع الكوروما بشكل عام الدرس الثاني كان عن الإضاءة المستخدمة أو الإضاءة اللي أنا بستخدمها لإنارة الكوروما أو الإضاءة اللي بستخدمها في نفس الوقت لإنارة الستوديو بشكل عام جميع الدرس دي اللي ما شافهاش وأول مرة يشوف الحلقة دي هسيبها لكم أسفل الفيديو مباشرة بإذن الله ودرس النهاردة طبعا هو طريقة إزالة الخلفية الخضراء أو إزالة الكوروما وتغيير الشكل اللي وراك بأي حاجة أنت حبيبها سواء كان عايز تحط فيديو أو عايز تحط خلفية ثابتة أو عايز تغير الخلفية اللي وراك بشكل عام طبعا هنشوف الكلام ده على برنامج Adobe Premiere Pro لو ما عندكش البرنامج هسيب لك رابط تحميل البرنامج للنسختين الـ 32 و النسخة الـ 64 بيت أسفل الفيديو بإذن الله ولو ما تعرفش حاجة خالص عن البرنامج هتتبع معايا الخطوات فقط بعد ما تسطبوا بإذن الله اللي هتزيل بها الكوروما بشكل احترافي جدا وقبل ما نبدأ في الحلقة ما نصحكش أن انت تستخدم أي برنامج تاني هو برنامج Adobe Premiere هو البرنامج اللي بيزلك الكوروما بشكل محترم وبشكل احترافي جدا فيفضل أن انت تحمله رابط تحمله أسفل الفيديو هنطلع فاصل ونبدأ على طول حلقة النهاردة السلام عليكم متابعي قناة الأحباب أشكركم على الدعم الراقي والمتواصل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله الموضوع بسيط وسهل وما فيوش أي تعقيد بس نركز مع بعض أول حاجة أنا صورت الملف أهو ماشي رحت مسكه كده ورحت فتحه ده ببرمير ورحت حطه فيه بدون أي مشاكل بعدهم حطيت الملف جيه هنا كده طبعا رحت مسكه ورحت شده حطيته هنا اللي هو بالنسبة لي ده دلوقتي أول حاجة علشان نزيل الكرومة اللي ورانا دي هنيجي عند قيمة الأفكتس اللي فوق دي وتروح كاتب كلمة ألترا U L T R A طبعا هتجيب لك اللي هي الألترا K اللي هي دي طبعا لو مش موجودة عندك الحاجة دي هتيجي عند أفكتس من فوق تضغط عليها هيجيب لك المربع اللي هو ده بعد كده هتروح مسك الألترا K من هنا هتروح مسكها شديدها كده وتروح حطيتها في الملف اللي هو ده طبعا دلوقتي احنا كده عندنا الألترا K وفتح لنا الادجست منتلير أو الكوروما أو الألترا K اللي هنعدل عليها من هنا أول حاجة هنيجي عليها هنيجي على K Color دي هنروح مسكين الألم نروح معلمين عليه ونيجي هنا كده عندك انت هنا كده اللون طبعا واحد ورايا لأن أنا مفيش أي تعرجات زي ما قلت لأن ده اللون اللي مدهون في الحيطة هاجي هنا كده مثلا في الحيطة دي بالزبط وهروح ضغط ضغطها هيروح شايل لي اللون بالشكل ده بس طبعا كده اللون ما تشالش بشكل كامل نيجي عشان نشيله بشكل كامل ومحترم نعمل ايه هنيجي هنا كده عند اللي هي Output دي هنروح ضغطين عليها ونختار اللي هي Alpha Channel التانية هيخللنا اللي هو الشخصية باللون الأبيض واللي ورانا بالشكل اللي هو ده نركز بقى كده مع بعض نروح نزلين بالبقرة شوية كده هنيجي هنا كده هنلاقي حاجة اسمها Generation هنروح ضغطين عليها ضغطة وهنيجي عند اللي هي آخر واحدة دي هنروح مسكين كده هنروح كده مسكين بالبقرة كده عشان نودي اللون ده كده ان هو بحيس ان هو يختفي بشكل كامل بعد كده هنيجي هنا كده لو عايزين نلعب في دي مسلا علشان نقلل اللون شوية بس انا انصحك ان انت ما تلعبش فيها خالص هنا كده بالنسبة للهاي لايت ممكن ان احنا نقلل الأضاءة او ان احنا نعليها زي ما انت حابب لو مش حابب الحاجة اللي انت عملتها بتروح ضغط على الحرف ده تيجي هنا كده عايز تقلل شوية عايز تقطر شوية اللي انت عايزه بتيجي هنا كده بتلعب فيه بس اهم حاجة من كل ده علشان تشيل الحاجة اللي وارك بشكل كويس تيجي عند دي بتروح مخليها مية في المية هنروح قفلين دي هنيجي تحت بقى دي الخاصة بالحدود الحدود انت طبعا دلوقتي هنيجي مثلا هنا كده نروح جايبينها مثلا 75% علشان نشوف كل حاجة بشكل افضل وبشكل احترابي نيجي هنا كده نروح مسكين بالموس ونروح مسكين شوية كده ونشوف بيعمل لنا ازاي ناخد بالنا كده من الحدود بتتشيل خالص وفي اللي هي مثلا بتتشيل منها شوية احنا بيتعيق لي لو خليناها 30 هتبقى كويسة جدا نيجي عند اتنين دي برضو حاجة خاصة بالحدود او الخلفية اللي وارانا نخليها مثلا 20 ونيجي عند الكنتراست نروح برضو مزودينها شوية او نخلي الكنتراست مثلا 30 بعد كده هنروح ضغطين هنا ونخلي دي فت هنا كده طبعا دي برضو تقريبا بتتحكم في اللون او حاجة زي كده فانا بصراحة مش عارف فيخليها زي ما هي بعد كده اجي عند الالفا تشينل او الاوتبوت نروح ضغطين عليها ونختار اول واحدة بيتها يقلي في بقى بواقع عندنا هنا كده اللي هي باين ان هي فيها لون اخضر نعمل ازاي نرجع تاني على الالفا تشينل ونيجي عند الالفا تشينل اللي هي فوق دي اللي هي فوق دي اسف هنروح ضغطين هنا وبعد كده نروح معلمين كده 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 بعد كده نجي هنا كده نروح منزلين دي تحت شوية ونروح منزلين دي تحت شوية ونيجي هنا كده نروح برضو منزلين دي كده عشان ما اقصش حاجة ايوة بالشكل الجميل ده كده بس وبعد كده نروح مرجعينها تاني للي هي الالفا تشينل نرجحها لي اول واحدة كده بيتهيق لي احنا شلنا الحاجات الخلفية اللي ورا بشكل كويس طيب عايزين طبعا دلوقتي نحط كده خلفية تكون حلوة ورانا الخلفية اللي انت محتاجة هتحطها بكل سهولة انا عندي تقريبا خلفية فوتوشوب بيتهيق لي الخلفية دي مناسبة والخلفية دي كده هتبقى كويسة جدا مع الصورة دي ودي كانت حلقة النهاردة يا شباب لو عجبك الشرح ما تنساش لايك للفيديو اشترك في القناة تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد استنونا في الحلقة الجاية كان معاكم مصطفى امين من قناة الاحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة اشترك في القناة